لا يكاد يمر يوم دون أن تتعرض مناطق شمال وشرق سوريا الآهلة بالسكان للقصف والاستهداف من قبل الاحتلال التركي والفصائل الإرهابية التابعة له ما يسفر عن سقوط ضحايا مدنيين وعسكريين بالإضافة إلى وقوع دمار كبير في الممتلكات مراسل اليوم أفاد أن قرية أم الكيف بريف تلتمر شمال شرق سوريا تعرضت لقصف بالمدفعية ثقيلة من قبل الاحتلال التركي والفصائل الإرهابية التابعة له ما أسفر عن أضرار كبيرة في الممتلكات كما استهدف الاحتلال بالأسلحة الثقيلة قرية بيركنو الآهلة بالمدنيين في الريف الغربي لناحية تل أبيض جريسبي المحتلة ما أسفر عن إلحاق أضرار مادية كبيرة بممتلكات المدنيين دون معلومات عن خسائر وإلى شمال غرب البلاد قصف الاحتلال التركي وفصائله الإرهابية بالأسلحة الثقيلة قرية بينا التابعة لناحية الشيراوة في مدينة عفرين المحتلة ويأتي هذا بعد يوم من استهداف الاحتلال التركي وفصائله الإرهابية بالمدفعية الثقيلة مركز ناحية تل رفعة وقرية شيخ عيسى في ريف الناحية هذا ويواصل الاحتلال التركي وفصائله الإرهابية استهداف القرى والبلدات الآهلة بالسكان بشمال وشرق سوريا وشمال غربها مخلفين ضحايا مدنيين وأضرارا مادية بالممتلكات وسط صمت دولي حيال تلك الجرائم اشتركوا في القناة